السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم جميعا بدون استثناء على قناة المتواضعة قناة وصفاتي وتطبيقاتي مع بندو اليوم كما راكم تشوفوا رح نحضروا مع بعضانا وصفة اللي هي كاشير منزلي باش نحضروا هاذ الوصفة اللي هي الكاشير نحتاج هنا كمقادير عندي هنا حوالي ثلاث حبات بيض اذا كانوا صغار استعملي اربع حبات عندي هنا ايضا ثلاث ملاعق بار سميد عادي عندي كمية من اللحم المفروم وكمية من المعدنوس عندي هنا جبن احمر فرماج روج كنت قطعته مربعات صغيرة وعندي زيتون اخضر مقطع شرائح وعندي ايضا هنا فلفل حار يابس كنت يعني قطعته قطع صغيرة عندي حوالي ملعقتين كبار زيت عندي ملح ما نكثروش الملح بما انو الجبن والزيتون وعندي فلفل عكري حلو وعندي فلفل كحل وعندي ايضا ملعقة كبيرة جبن طاري نحن نستعمل هاذ الكاشير راح نحضر عفون هاذ الكاشير في البراميكسر كيما تقدري تحضريه في الطاس يعني في الطاس تالميكسر كيما راكم تشوفون احطة البيض وحطة السميد كيما راكم تشوفون بعدا راح نبدأ نضيف التوابل كيما قطعت لكم هنا قطعت نصف ملعقة صغيرة ملح بما انو حنستعمل جبن والزيتون كيما نعرفوهم الحين راح نضيف الفلفل العكري الحلو اللي تحب الحار ضيف الحار ونضيف الفلفل الاسود ونضيف ملعقة كبيرة جبن طاري اللي عندها يعني الجبن قطع تستعمل الجبن قطع لكم الاختيار ورح نميكسي هذيك المكونات كامل كيما راكم تشوفو حتة تحصل على هاذ الخليط من بعد راح نضيف عليها كمية اللحم المفروم وكمية من المعد نوس اللي ما عندهاش اللحم المفروم وعندها صدر الدجاج ولا عندها صدر الدجاج تقدر تضيفه ايضا يعني تتعوضه باللحم المرحي هذه هي الخليط والنتيجة اللي نتحصل عليها بعد ما خلطنا هذيك المكونات هنا راح ضفت ايضا هنا زرس النت ثوم كنت تسيت محطتهم شف مع المكونات ورح نمزجهم جيدا من بعد ما يمتزجوا هذوك المكونات راح نضيف هاذ المنكيهات يعني هنا حسب الرغبة تقدري تديري غير الجبن وحده كيما تقدري تديري غير الزيتون وحده كيما تقدري تستغنائي عليهم كامل وديري فلفل طرشي مقطع مكعبات مربعات صغيرة ولا جزر هنا بعد ما تكملي تخلطي هذيك المكونات كاملة هنا راح نفرش الفيلم الانيمونتار يعني الفيلم الانيمونتار ورح نحط خليط الكاشير بهذا الشكل ونحاول اني نشكل حربوش بهذا الطريقة هنا اللي عند هذيك العلب الخاصة بتحضير الكاشير تستعملوا في العلب يعني لكم الاختيار هنا بعد ما تشكلوا يعني الحربوش بهذا الطريقة بالفيلم الانيمونتار حاولوا انكم تضبلي وعفوش الفيلم الانيمونتار يعني تغلفوه المرة الاولى وتجلوا تغلفوه المرة الثانية باش تضمنوا ما يمنوش حيتفتح لكم في ال كتحطوه غليا يعني هنا هنحن نغليه ما نشرح نفوره بعد ما نغلفو بالفيلم الانيمونتار راح نزيد نغلفو بالبابي الاميمينيوم حتى البابي الاميمينيوم حاولوا انكم يعني يدوب لي باش تضمنوا جيدا انو مش راحي تفتح لكم من بعد من جهة نكون حطة طنجرة فيها ما يغلي نخليه يغلي من بعد نحط فيها ذاك الكاشير ونغطيه ونخليه يعني حتى يطيب انا هنا خليته حوالي ساعة واربع على النار متوسطة حتى تشوفيه طعب تماما انا هنا هاو كي ما راكم تشوفو بعد ما فتة لساعة واربع الى ساعة ونصف يعني لحسب درجة حرارة على النار اللي حتحطو عليه كي ما راكم تشوفو هنا بعد ما طعب راح نحيه من الطنجرة كي ما راكم تشوفو ونحطو فيه صحن راح نحيلو البابي أليمينيوم كي ما راكم تشوفو ونخليه يبرد تماما يعني لازم تخليه يبرد هاوليكم هنا الكاشير بعد ما برد راح نحيلو البابي فيلم نحن راح نقسمه لكم عفون باش تشوفو كفاجة من داخل لاني يجاو ذاك الفلفل الحار اللي كان يابسوا وضفتوا ايضا مع الزيتون والجبن يعني طالوا نكهة خاصة وهذه هي نتيجة الكاشير صنع منزلي شاء الله يا ربي تعجبكم وصفة نهار اليوم وتجربوها وتخليولي تعليق اسفل الفيديو ما بقالي غير نقول لكم نلتقي في فيديو اخر مع وصفة اخرى ان شاء الله اللي ما زال ما اشتركتش بالقناة نقولها اشتركوا بفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ما تنسونيش بجامو كومنتار باش تشجعوني نزيد نحط لكم الجديد والى اللقاء